الربعة 27 نوفمبر 20-24 مرحبا بكم في مرات جديدة من سبول ميكس تاج متابعونا وإنما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريقانسة امتعنا سونسيس بوان نوف تشاهدونا ايضا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينج تلقاوها بداية وتسويت على قناتنا في يوتوب سونغون نحكيه اليوم اكيد نعوده على مقابلة تراجرية تونسي البارح والفوز على نادي جوليبال مالي في افتفتاح مشاركة الفريق في الشامبيونز ليج الافريقية في الجولة الاولى ايضا نحكيه على السياسيس ومقابلة كبيرة اليوم في كاس الكاف هذا كل ما نعوده عليه واكثر تفاصيل واكثر مواضيع ايضا اخرى في الحسنة بتاعنا اليوم سأعطيكم ايضا اخبار تطويرات الاصابات في تراجرية تونسي بعد شوية اكيد ومواضيع هذا كل ما نحكيه فيهم مع ضيوفنا اليوم يحضر معنا لطفي بالحاج اللي عب سابق تراجي مرحبا لطفي مرحبا اسلام مرحبا بلوخيين وفرحان برشا ليريد تارق عندي مدة مريتوش لعبتم بعضكم ولاي لعبتم معنا في المتاخبات شبان لكل عبنا تراجي لاي لا تراجي مرحبا هو قبلك هو قبلك عمالي اليوم فرحان برشا ليريد تارق ربي فضل وتمرك اللي علي شرفتنا ومرحبا حضينا لطفي عتيك الصحة ايضا ترق العبدالي مرحبا مرحبا اسلام والددار انت ولي مرحبا اسلام هذا الاقديم توفا ومرحبا بمستمعي راديو ميسك شكرا لك تارق اوي مرح ايضا بحضانا اليوم زمين الاعلامي والصحفي رياضي مرحبا يا مجد شكرا لك اسلام ومرحبا بلطفي واخونا تارق وصديقنا واخونا مالك ومرحبا بكل مستمعي راديو ميسك ايضا معنا اليوم الواجهة بيجي تعاولوا به مالك بالقاضي في تحليل ايضا تقريبا برش انتباعات ايجابية مالك قادة وصلنا علي قاعدة تعمل فيه معاشا انت شنو ماليزيكو خراحب بيك اقبال الساعة وبيك عاشق خويا اسلام فرحان برشا بوجود اخويا تارق خويا لطفي بالحاجة قاعدة مكشخينا اليوم المرموض والصاحب العالمي انا ومجدي محايدين اخويا اخويا انشاء الله احنا انا متالبي الكل بشكونوا محايدين انشاء الله خدموا للمطفى المستمعي راديو ميسك وبوشا دي راديو ميسك وبرلين بالسانغة انشاء الله اول حاجة خلينا اخذوا كلمة كلمة علماتش قبل ما نغوصوا اكثر في التفاصيل خلينا نبدأ معك انتي لطفي كيف شفت البارح الفوز متاع تاريش والله اكثر حاجة هو فوز معناوي معناها قبل انو الادا ما كانش نوع علماء ادا كبير من التاريش بقطع انو سجل اربع اهداف معتها اربع اهداف مهمين من ناحية معتها المونتال اللاعبين خاطر شفنا فترة تشك تولت شوية البريود اللي فاتت والبارح كي سجل اربع اهداف بو ما نقولوش الاداة تويجي بعد خاطر شفنا عدة نقاط مهمة انو توري انو خدمة المدرب قاعدة توضح بشوية بشوية والمدرب سور بشي قدم لاذافة لكن الاداة ما كانش معتها مكانش كبير بقطع نظرة على الاربع الاهداف اللي مهمين لطفي اربع بليس اداء مكانش كبير والله انا شفت انو اداء مكانش كبير بقطع نظرة كي ما قلت لك انو على عملية الضغط اللي سارو حتى شوفنا الاهداف لتسجل كلهم كانوا عملية الضغط عالي تسجلوا فيهم ديريكت ثلاثة اداف والاربع اهداف شوفنا دوز اسيست من مكيناة مكيناة اسيست ومركا وبلالي دوز اسيست معتها شوفنا حتى الاداة بتاع البلاي قاعد يتحسن شيء فشايدا بعد الاسابة ذي كحاج اخر ومور اخرى احنا الكلمة اللي قلت هذه خلينا نعم عليها سونداج مثل مستوى متاع تراجي في المقابل انتاع البارح لانصينا سونداج على اللايب سكيمينك متاعنا في يوتيوب كيفاش تقييمكم المستوى التراجي البارح قدام جوليبا ممتاز جدا ممتاز الا ما توسط بوم احسن قولوا سايق بحاطينه السايق لكن اا حاطينا ثلاث خيارات اللي قد بمتاز متعبرو بقرأكم خليه اخرى كنتي تهرب كيفاشوفت التراجي البارح او حسب رايي انه سيعول حاجة لتراجي البارحة معني هاسب رايي انه هي المقابلة الأولى المدرب اه الرومانيا ذي معني مقابلة ثانية مقابلة الأولى في الشاكيونز ليك حاسب راييانه المقابلة الأولى مقابلة بنجردين بظروف مقابلة بنجردين اليوم معنى التاشم بتاع المدرب والبصمة بتاع المدرب تنجبت بين فتاراجي يسرتوه في مقابلة معنى رادس مع فريق معنى جولي بالي هو مش فريق سيل تكنيك مو معنى فنين كان فريق ممتاز يعرف يشد كورا قبل لارب عضونتوا يمكن الهداف ما توريش الصورة الصحيحة بتاع المقابلة لكن تاراجي البارحة ورانا اليوم فريق البارحة منظم فريق معنى يعرف اشنا هو يعمل فريق اللي يسجل معنى في اول المقابلة وهذا معنى من عادات التاراجي انه يدخل بضغط عالي مع اي منافس البارحة التاراجي بلان بنسبة الينا عدا ماتش مقابلة ممتازة يسرتوه على المستوى معنى التنظيم بتاع اللاعبين وعلى مستوى الفردي على المستوى الجماعي صحيح فما حاجات ما زلت ناقصة كما قال لطفي لكن ما كتعرف ما قول ذاي لانتامة بتاع بتاع الشامبيونز ليغ والمقابلة مهمة ياسر والريزولتات صرتوه معنى اربعة بشي معنى مهمة حتى اللي زادفيرسير الاخرين في تحذير بتاع المقابلات الجاية تاراجي حسب رأي بداية حتى على السكة عكس المقابلات الاخرين وما كتعرف حتى جمهور التاراجي يستنى في النسخة بتاع التاراجي في ربيطة لابتال معنى التاراجي يقسم الفريق ما بين البطولة وما بين ربيطة لابتال اللي هي مهمة ياسر بالنسبة الجماعير التاراجي قانا اخوة دايك انت يا ماجد والله هو في الحقيقة اي فوز في كورس القدم هو مهم طيب اش تبدأ الامور واضحة الا اذا ما تزامن مع عدم تأهل ولا عدم تتويش لكن الفيكتوار تقعد فيكتوار بالنسبة للتاراجي وهذا هو المهم تاراجي الرياضي البيارح معنى تقدم مقابلة باهية لطفي قال معنى ما كانش معنى المستوية يمكن عالية برشاك ليه مسحيح مش غالط لانه شفنا الهدف اللوليني تقريبا يعني حل المباراة للتاراجي تقريبا معنى هفوها كانت من الحارس ثم بعد تاراجي يخذيب زيبان بالامور شفنا البلايلي يعمل دوز اسيست موكوينة ايضا يسجل ويعمل اسيست بقرة كتخل مركة هدف قوساي معشا كيف كيف كتخل معشا 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 كتخل معنى عمل سجل هدف زي ده في اول مباراة ليه في البوتولة كان سجل هدف اول مباراة في رابط الابتال سجل هدف مهم جدا الفوز ممكن انا نقول مهم للتاراجي على مستوى النتيجة لكن مهم البرشم لاعبية لانو بو جرة شفنا الفترة الاخيرة كان تقريبا في فترة شك البلايلي صحيح البلايلي ديما موجود في في كل تقريبا البصمة متاعه موجودة في كل مباراة التاراجي البلايلي اليوم عندو حداش المباراة عامل سبعة اهداف وثمانية اسيست مساهم في خمس تاشن هدف يعني معدل مساهم احنا انا كو بش راح كليل بلايلي ولا اقباريك كو بش نعطيك بلايك لك مدين مش بيتو خان كامل لبعاك انت بارش انتقادات البلايلي هنكملك على التاراجي سمحني اه 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 خاطر حبيت نقفلك في البلايلي وبعد كامل لي ولا بايه نساش كامل لي ايه نساش اه 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 حبيت نقول معتا بالنسبة لمعاشا اه هدف مهم بارشة يعني حبيت نقول انه الفوائد اللي جناها التاراجي من الانتصار انه بارشة ملاعبية اه نقول انا اه عملوا حاجة باهية في المباراة وحقوا بارشة مكاسب ليه مهمة فرديا قبل ولا فرديا قبل ما تكون جماعيا اه البلايلي اه بوش نيبة نعرفوا بوش نيبة شنو عمل في بنجردين والبارح الرياكسيون متاعه للجمهور والاعتذار متاعه للجمهور والممكن اللي يوراها بعد البنت ورغما انه الهدف معنا تقريبا كان معنا بيخطاء لكن كلما هدف سجلوا فيه فورمانة فيه مجهود فيه مجهود ثم ما باس من البلايلي باس من التزاق وهو اللي دونك شا هو فك الكورة وعمل ساحية و ماشاءلا عليك المحارب اللي محاضرين هو من كل جبس فيه مش لصوات المبتاح ما عتني شراوه للمشاهد ميلك محاضرين بالفيديو وبعد فقط كما حظنا بالفيديو وبعد علبون انتم تعبوا شنين بكيفية جاء بالضبط المكاسب من الترجي في المباراة البارح كانت مكاسب جماعية بالفوز لأنه 4-0 شئنا أمقى بينا سكور بيهي البيراميدز في نفس المجموعة 4-5-1 اليوم نشوف الترجي وبيراميدز نفس الترتيب نفس فارق الأهداف كل واحد ترجي المباراة المقبلة متاحها باش تكون في أنجولا مع ساقرادا وبيراميدز أيضا مش يتحول المالي باش يواجه الجريبة ودونك ترجي بدل دور المجموعات كما العادة لأنه ترجي دي ما يفوز في دور المجموعات في الجولة الأولانية وإلى جانب هذا فما عدة مكاسب فردية للأربعة ملاعبية الي سجلوا الأهداف خاصتان مادي عنا برشة على سكور مع الإسبيرانس عنا برشة مرينيش الأربعة بشيء وثلاثة بشيء في الإسبيرانس مع كاردون زو ما كان يشت ملكي برج صحيح بعد دي كي دا بعد تقصد معتها نيزا بار ماتش دي كي دا يعني ماتش دي كي دا ثمانية واربعة دي جابش نربط معاك جولي با من الفين وثمونتاش مخبلتش أربعة بونتو ضد الجيش الملكي المغربي به بالنسبة لمقابلة البارح كما حكينا زادا البارح قلنا الترجي راهو بداي السيزان بالنسبة ليانا دي جاب قلناها قبل الترحة راهو الترجي بداي السيزان بتاعه ماتش الكوب دافريك ماتش الشمبيونز ليك كونتر الجولي با التراجي بتباع عنده الكاركتير وعنده البرسوناليتي هبط للتيران بريسا بمركة استغل هفويت الفردية اللي قالها دي جا الانترنور بتاع الجولي با بتباع كي تال عم كونتر الاسبرانس الاسبرانس فيناليست الاسبرانس كل عام بريسك كاردو فينال دومي فينال اتو ماتي كمو اي ادفارسير كي يهبط بشي ولي مونتال مو اوش حاضر كي ما يرزم مبعدتو نحكيه في الديتايل كل بالنسبة لي كاردو بالنسبة الاستاد والفيزيوناج على الماتش واهم من اللحاتات ان شاء الله اوكي خليم دعوك انت مجدي ما دي ما حكيت قبيل ديك على البلاي حداشن المقابلة سجل سبعة ثمانية اسيست خمستاشن مساهمة اهدفية في حداشن المقابلة ورغم ايضا نقاوش كون يحكي على البلايلي ومستوى البلايلي لكن اللاعب حاسم واكدوا البلاح في المقابلة انا دي ما حتى من قبل قلتها معطف البلايلي نعرف انه تقريبا معطف الفترة الرابعة في الترجي معطف بعد ملعب سيلثة سيلثة اعتقد سيلثة لعب 2012 وبعد عاد وليوم عاد اليوم المرة الثيلثة ذي الفترة الثيلثة معاه في الترجي لقد يقعد البلايلي اللاعب بيش اي يكون في 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 امال كوبدافريك مع اه نجوم منتخب الجزيري في في امال كونتر سينيغال ويكون ايضا حاسم ويكون معطا في الكاس العربية للمنتخبات ٢١١١ في قطر حاسم ويمشي لفرنسا ويكون حاسم ويمشي للدوري الساعودي أيضا ويكون كيف كيف معطا دي ما عنده اللي نقوله احنا البصمة متاعه في الواحد منجموش ندوك نشكو في الحقيقة بلليلي بالنسبة لينا يقعد رغم كل الانتقادات ورغم كم ياتقاط بالن رغم انه احيانا يتراجع المردود متاعه ورغم نحب ولا نكره احيانا يكون صعيب شوية مع شوفناه مثلا في لقطة مع اسكندر القصري في في مباراة مستقبل جابس رغم هذا يقعد البلايلي من بين احسن الملعبية على المستوى الفني في الدوري التونسي على الاقل نكون في الخمس سنوات الاخيرة. ومن بين احسن الملعبية الجزائريين على مستوى فني البلايلي نجم يعمل اي حاجة ينجم يفسخ مدافع ينجم يعمل اسيست معتها من مسافة بعيدة ينجم يعمل البارح شوفنا معتها تالون البوتو اللي اعتقد ان ما انسيت بالضبط لقطة كانت مشابهة الهدف في البوتولة تسجل ايضا بتالوناد معتها من البلايلي دونك الحق معتها ممكن بالنسبة ليانا جمهور الترجي ما انسيت بالدء بشوائي بشوائي لانه من انسيوش مباريات الاخيرة تالترجي ما كانتش كيمة الفترة تشك اللي بديت مو المبارات الملعب التونسي تقريبا المباريات اللي حتى قبل شوية مع سليمان رغم الفوز من المستوى كان ملعبش فيه البلايلي دينك هو الماتش الوحيد اللي ملعبش فيه يوسف لبلايلي مبارات مستقبل سليمان لذلك المقابلات اللي حضر فيهم يوسف البلايلي كان حط فيهم الباص ممتعه في الترج مباراة المتلوي كان فما هدف اليسين مريح الباص من يوسف البلايلي واحد واحد مباراة الاتحاد بنجرديل يظهر لي معنط هدف سيفا معنط الطريقة ممتازة ما تنجمش رو تشوت كوفران بلا بالطريقة هذه كفيتوس ينزم الكاركتير وينزم سرعة وينزم سرعة وفما دقة أيضا في الباص لانه في تونس معتها انتي طلع بالباص والديفنسوريات الكل اللي يمشيون لذلك اليوم البلايلي الحق قدم مستوى به رغم الانتقادات الى انه نعتقد انه قاعد ماشي في الطريق الصيح ما ترجع بخلاف المستويات ترجع نبدأ نحكيه حتى على الاصابات البلايلي عنده كونتراكتور مع تمتقلقش برشة الاصابة متاعه حسب المعلومات اللي خفينها معناه يمكن يرتاح الماتش الجاي لكن ما يشي ماشي غراف الاصابة متاعه قبل المقابلة كان شك كبير انه يلعب حتى تقريبا اخر وقت تربعة صيحة يمكن قبل الماتش نعطيك معلومة اللاعب هو شد صحيح بش يلعب بذبط رغم الاصابة والاوجاع معناه بش يعطيك مع انت فكر على روح المسئولية اللي واليت عند اللاعب هذا بالذبط نتصور اللي البلايلي زيدها كيف كيف معناه نحكيه على ستاف عنده ثيقة في ستاف ورينا هذي معناه حتى في تصور معناه حتى المدرب اش نحكيه على البلايلي وكيف اش قطروا ويعرفوا قبل معناه يدربوا دجا ويعرف الكاركتير بتاع البلايلي يعرف اللي فهمها ملاعبية رغم هكيك معناه متربعوا نجوم وتخلقوا نجوم كيف البلايلي يزموا معاملة خاصة البلايلي رجع هذي للمدرب متاعه وللتها رجي معناه اللي في وقت من الأوقات معناه امنت بالبلايلي وفي الشكة ذاي ينويورب من المقابلة ومعناه يخرج من المقابلة البلايلي شد صحيح وعمل معناها اه شوت اول ممتاز ورينا بتاع ان جران جور دي ما نحكيه على الفينومان نراه الفينومان يزموا معاملة خاصة رو في الكورة حاجة اخرى معناه ما نشلحكيه على اي خدمة اخرى هذا في الكورة رو فهمها ملاعبية يزموا بتأثير معين يزم الملاعبية ذاكا تأتيه المسئولية تحملوا المسئولية وهذا البلايلي قاعد يصير نورمال موك يراو الكمبورتمون بتاعه فير صحابه واك التشجيع اك الفرحة اك الهدف انه يصر انه يسجل الهدف ويخرج التارجي من المأزقة ذاكا بتاع الرجلتها نتصور اللي فهمها ملاعب يراو كبير وراها ذاكا والبلايلي رو عامين التالي ريناء مع المنتخب الجزاري معناه ان جران جور وقاعد فارق معناه في مع المنتخب وعليش لاي نجم يرجع اه بالتارجي الحاجة الوحيدة اللي حطت جمهور التارجي والبلايل يمكن في تسائل في وقت من الأوقات بعض بعض تارخ بعض ليلة نحكيه فنيا انه قبل مكتعرف فما صغر فما برشة حاجات فما زادافور ما فما بريباراسيون معناه من الول اللي حسب رايينا بيرتوربيه البرباراسيون بتاع التارجي كانت ناقصها برشة وهذاك على شرينة برشة يصابات معاندا حتى علاقة بالرزنامة معاندا حتى علاقة معاندا بالعدد المقابلات حتى مازلنا بتخليش في شارج صحيح لانه نحكيه على بدانيا التارجي يمكن ما يشي اليوم في الطاب هذاك على شرينة البلايلي في اللان كنترا ما يمشيش اللي مستنس جمهور التارجي يرى البلايلي في الواحد ضد واحد ويعمل الفارق في الواحد ضد واحد اليوم البلايلي يام باسور ورينة قدش معانا شوف حتى باليزباليستاتيستيك تلقى البلايلي ما معنى النومر دي باسمتعه حتى ناشحين والموش ناشحين معانا نحكيه على قدش من الاسي لو عندوا برسنتاج بتاع باس ناشحين ناشحين فيما البرسنتاج تطاف تسعين في المئة وفاما أخرين معانا التامريلات أخرين ما تسجلوش ولا ما وصلوش للكاج بلايلي بالنسبة لي انا باسمي تريس فتها رجي تبني عليه بتباعة وما تنجم كان تبني على بتباعة البلايلي ما تبدل مالك في واصف البلايلي بين قبل وطعه بح انا نعتبره من الملعبية الثقية علاش كي نحكي عالبروفيل متاعه وكي ما قال خوية طارق وباش نكمل في الموضوع ذاك اللي يتغير في يوسف البلاي يبيني قبله وتاوها دي جا يمكن اللعبات استغربت شوية بالإزاسيست اللي عمل فيهم السنين لكن عمناول في البطولة جزائرية مساهم ثلاثين هدف فيهم 16 مبونت و 14 إزاسيست قل قايل شنو اللي يتغير في يوسف اللي يقبل كان في الان كونتر ان جوار بتاع بينتراسيون جوار بتاع دريبل جوار يمشي في الان كونتر انه ويعمل معتا الدريبل بتاعه وقاله ياخو الانيسياتيف طوي جوار ولا يلاوش برشا لزاسيست يلاوش برشا على الملعبين يطلبوا في البروفوندور دي جا عمناول كنشوف المولدية هست البولتولة هو البيوتور في الشامبيونات وبعده زكريا نعيجي بيازيت والمرزوقي بريسك ويد سيت وسيس هذوما اللي بعده في المولدية وبريسك اشترهم لأسيست من يوسف البلالي يوسف البلالي يتغير فيه زادا اللي راهو حاجة ما شفتاش أنا طوف التاراج يوسف البلالي هو التيرير متاع الكورناير والبالاريتي والكوفرونات في تزاير مش هوي هز دي جا 14 بونتو فيهم 5 بونتو بالرأس مركا يوسف البلالي يراهو في البالاريتي ولا يطلع يضرب الجوتات متاعه في البالاريتي معتا اللي عليكو تي يطلع برومي بوتو ويعمل ديفياسيون بتاعه هذا يتغير في يوسف البلالي دي جوار ثكي عليش خدك جوار ثكي فما ملاعبية ديزيلية يكونوا رابيد كي يكبروا شوية في العمر ثم تي كمان يتيح التيح البويسانس بتاعه ولا ولا الانرجي بتاعه ثم تي كمان ما عشتش نتستغلوا لكن البلالي يثكي برشا وهو جوار تعمليوت يرى اكثر منه جوار تعقلو لطفي فما لعب اخر تقريبا قاعد يواري في حاجات به كل ما يدخل مع ترجي اللي هو اللاعب الشاب قصايم عشا شنو فيه اللاعب اذي تقريبا نسجل اللعب كثما تشوي تسجل دوليوم زيس اهداف وواضح ما توجده بالمتاعه نوكا وارجيت انا ريت الهدف امتاعه السابق اللي قدمه اللي مركيه في البوتولة وزي تفرجت فيه البارح تخلى كل الكانز فامينويت اللي تخلى لعب فيهم اللاعب معتها ظهر كامل اوصاف معتها اللاعب صغير اول حاجة ولاعب في العمر هذاك يدخلك في وقت كما هذاك ويطلبك الكورة وياخو نسيتيب بش يطلب كورة في ديزويماتر معتها انا نتصور اللاعب هذي عنده مستقبل كبير كبير برشا في الترجي ويزم يترسم في الفريق يزم المدرب يلقاله يلقاله بقعة باش هذي مكسب كبير للترجي ومكسب الملاعبي وللمنتخب ان شاء الله في الايجال القادمة نتصور الملاعبي هذي عنده برشا ما يزيد اذا يلعب باستمرار معتها نشوفوا احنا جوار يلعب لك ويمركي في العمر هذا ويعطيك ديما الحلول دونك متصورش انك نهار اخر بجديد تحطوا على البنك خاتر ملاعبي كما هذا يزمك تستحفظ عليك فاش نستحفظ عليه الملاعباد يزمو ياخو ويزمك انتي تعطيه برشا ثيقة خاتر اليوم عنا مدة ما تلعب على الجوار كما مغشا قبل دراجي ومساكني وسبقين لكن اليوم مغشا ذاي مكسب كبير للترجي يزمي حافظوا عليه ملاعبي عنده كاليتي كبيرة برشا وانشاء الله يعطيوها اكثر تنجو وانشوفوها اكثر معتها في المباريات يدخل كمتي تولي ارشاء الله معاشا اضافة حاجات اللي ركزت عليهم في البروفيل حرق برشا مراحل بالنسبة لنا شنوها حرق المراحل يعرفوا ديجا الملاعبية ويعرفوا لزيليا الكثيري يدخلوا للانتيرير ديجا يعمل التير وديما ما تبديش فاما رئيسية كبيرة ولا برسنتاج كبيرة بشي حط كورة في اللو بوزي بشي حط بالانتيرير لكن هو حرق المراحل ديجا متع البونت وكيف يجي الى بيان بريسيزي مع تلابة صحيحة وبيان كمي يفوش شات وكوردناسيون صحيحة متع للكور متاع ويعمل التير متاع في اللو بوزي دي عليش قدك حرق المراحل راو الملاعبي راو لزيلي اذيك اخر مرحلة فهمت اخر مرحلة هي الفينيسيون نزيد نزيدك على كلامك اللي يزمك يتبع معاشا في الليجون لا في الليجون نفس اللي ما قريت اللي يعمل فيه طوال سينيار معناية الفيديو بتاع وكل اللي قاعدين يعمل معاشا ممجست لاعب يكون عاملو شخصية باش يكمل اللي عاملو في الليجون يكمل هو احسن ملاعبي صحيحة اسلام هو احسن ملاعبي معناية اللي خرج اللي يلعب لك بالكاركتير متاعو معناية بيلعب لك ما يضيعش لعبو كي نطلع سينيار نجم يكون عندي الكاليتي هذي كمي نطلع سينيار نوالي خايف نوالي يكال إنيسياتيف هذاك اللي حكال يتولد في ياخو الإنيسياتيف ويصرتو معناية يتعامل مع الاكسيان هي بدا تتعاوت معناية عنده هذي يتبعته وقاد يعود فيه ويخدم فيه ونجح فيه من الفرق بين الزلي يزم يلعب ويزم يخ أكثر تنتجو حاجة أخرى ما ما سينياش هي هذو تغييرات مدرب نحكينا على البصمة من هذو ما نحكيه على معاشة ونحكيه على بقرة معنا هذو ما شانجم متاع مدرب عليش قل نحن بالنسبة معاشة اللي عام كامل ما شفنا يش ذعب كيف تلث ما تشوية الخذانين وما كوينا كيف كيف صحيح جيش تحاجة بركة راه ونشوف فيهم الزلي يكل في البطولة ونسميهم وبرش ونجم نسميهم من الصباح ما الفرق بين الملاعبة طيو نشوف مثلا السياس ولا الكل يفهم معتا شوبين الطريقة ذي كويش ويدخل الانتريور يوعمل الدريب المتاع ويدخل الهل في سبيس ويعمل التير المتاع ولكن الفرق وين الخدمة الهنية سبيسيفيك الملاعبية معتا مساج الملاعبية فهم الخدمة معلمها لك شل انترونير يجب تخدم سبيسيفيك ديجا الوضعية هذيك بش تعرض لها يمكن خمسة ستة مرات في كل ماتش سورتوك تدخل الزن 14 وتوماتيكمان تعمل التير متاع ويزمك تخدم عليها شوفوا الملاعبية في نفو عالي بعد يعمل بالترنت وكارون سلاح واسر دام وما فقدنا سلاق اليسار ذيك عمني مطرق وعيد الحمرولي معتا ذي يجيك معتا ملاعبي معتا في العالم موجود عند سلاح تاو سلاح معتا عادية في البطول الإنجليزية لابنسبة السلاح تقريبا معتا وليت الامور معتا عادية حق يحط الكور على سيخ وليسار سيب مالك حفظتنا استنتاجات غامة من ماتش قبل ما نرى في فيديوهات الاستات بتبع الاستات بتاع الماتش كنجمو نحن نحكيو نحاول نختلف شوية نجمو مش بدو الاستات بريس كنشوفو معثلا البوسيشن بين الجولي با والاسپيرانس بريس كريبا لبعضو النومبر دي تير الاسپيرانس خير الكورنير اذو ما كل ما مهناش فيهم ندخلو اكثر نحنا نمشيو البرح بتبع مش نربطو الإصابات والشانجمان معتا متاع البلوسير متاع الملعبية علش سببها البرح اللي بشيبدأ يربط في سبادري ويشرب في الماء واذاك الكلو بعيد نحكيو على كورة 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 حية نحكيو على كورة حية نحكيو على كورة ست منوت نحنا في الشامピونات في تونس نوصلو 35 36 ماكس 40 كلاسيكو لكلوب وصي ست وصلت لكل سنين التالي ما بقي الكل سير طول لحنا في الشمال افريقيا اللي حل سكور سهية وفال ماتش وطولي كلو وبرد كلشي نحكيو على تان اكتيف نحكيو على مومان فور الاسبرانس اعلى برشا شنو اللي عمل الفارق اللي عمل الفارق هي البرسنتاج بتاع التمريرات الناشحة الكوناتي 82% بالنسبة اللي تير وكي ما حكيو الولاد الكل مكوناة عمل كات تير فيهم بونتو لكن الوكازيونات اللي بتبع دوز اسيست ومكوناة اسيست واحدة هذوما هما اللي عملوا الفارق لكن اكثر حاجة عملت الفارق كيتشوف البرسنتاج متاع التمريرات نحكي فير فير الترنت متر الاخرانية بريس كيف كيف البرسنتاج لكن كيلو دخلوا اكثر في الديتاي بنرقا الاسبرانس فما باس في تي جه الترنت متر وفما باس في وسط دان 68 معتا الهنين نجيو نشوف ونقاول اسبرانس تمريرات الناشحة في العمق متاع 30 متر قد الصحاح والغلطين متاع جولي بالمالي هذا اللي عمل الفارق والنقطة اخرى نبعت ونرجع لها في الفيديو معتا لكسيون البونت والول والكسيون البونت والثاني انشاء مجدي كيف تعلق على القام هذا معتا واضح التلاج البرح كان اكثر افكاس من منافس بالطبيعة اليوم نشوف بالطبيعة مدما اربع اهداف مقابل سفر معتا الفريق لاخر معتا تقريبا معتا عمل دي تير لكن معتا دي تير نون كادري بتاع وتقريبا 7 طوي اكتن اخونا معتا بالنسبة للتزديدات معتا غير المؤترة تقريبا 7 تزديدات غير مؤترة للفريق الجوليبا دونت ما فماشي افكاس تي بالكل بالنسبة للفريق دي على عكس الترجي اللي يفتح معتا السكور منذ الدقيقة الرابعة ثم يكمل معتا كما نقول جير المقابلة والحق معتا لقاء الفور ممتاع موكوينا الفور ممتاع البليلي قبل ما يخرج ايضا بوغرة وقت اللي تخلي ممتاع ممتاع الترجي ممتاع عليها لكن الحق كانت مقابلة تقريبا سهلة على الترجي ملقاش صعوبة بالكل البونتو من اللول سهلة والبونتو سهلة وايضا الحق معتا شئنا أمقا بين الترجي معتا و بيراميدز في المجموعة ذي هما اللي بريتون دون على الكاليفيكاس هما اللي بشتأهل واضح واضح لكن اليوم وقت الفريق ينهازم 4-0 وفريق آخر 5-1 تقريبا يصعب برجة وطارق ولطفي مقابلة للمهم مهمة برجة مقابلة للمهم إذا الترجي ربح 4-0 فلأنه هو الأقوى على جوليبا أقوى وأفضل من جوليبا على جميع المستويات تقول استاتيستيك الأخرى يمكن ما عملت بوسيون دوبال خطر آخر للمباراة نسبة المتلاك الكرة كانت متساوية لكن الترجي أفضل من منافس على جميع المستويات والكرة بالنسبة لأحيانا نرى نسبة المتلاك والنتيجة أو الفرص حاجة أخرى هذا اللي قلته أنا من الأول سامحني علش قلت الترجي ما عملش مباراة كبيرة من ناحية الأداء خاطر كليكتيف مو أخدم بريسينك بياكم يلفو وهذي معناتها تحس أنه توجيهات المدرب ونتج عليها ثلاثة أهداف ولا أربع أهداف لكن من ناحية معتها التمريرات ولا ومبعد يخل تروازين بجوار هذي مازلنا ما شوف نهوش ونصور بش نشوفوه خاطر نتصور وإنحنا المدرب هذي معتها خدم في مستوى عالي ولعب في مستوى عالي معتها يعرف حتى نشوفوه على البنك ما هوش متقلق ما هوش استريسي تحس ويضحك مرتاح معتها يعرف شقاعد يعمل معتها نتصور التوجيهات اللي قدمهم البارح وقتاش تبريسي وقتاش توخر وقتاش تلعب هذا هو الأهم بالنسبة لنا من الأحصائيات اللي قدمهم مالك شد انتباه كيف كيف كونتي اللاعب ذي أثبت أنه معتها مهم رغم أنه تعرف الإصابة معناها كان راجع من إصابة وقت تعرف الإصابة طب نعطي وتفاصيل ها شد انتباه 82% معتها من الباسيت متعو صحح كونتي أنا شفته في مباريات ويندخل يكون دي سي زي في حاس حتى في مباريات بن جردان تخل وعمل الفارق وقاعد يقدم في إضافة أنا منيش فهم علاش هو دي مع البنك وحتى البارح ذي تأكد كونتي أنه ملاعبي عنده إمكانية كبيرة وينجم يفيد الترجي في المستقبل ويزم يعاول عليه المدرب المهم أنه المدرب هذا نتصور يعرف يتصرف القروب خطر عندك مغش وعند كونتي وعند كونتي وعند في وقت من الأوقات إذنك أنت تهبت تأخذ الكرة وتجي من تالي خاطر شفنا الأهداف تسجل وإخرا أنه كل متاع بقرة كيف جاء من تالي والهدف الأول زاد كيف كيف جاء من تالي وعملها بالدونك أنت ما تقعدش استاتيك كما تكون البارح معتها ما خرش ما تشوه كما سب فترة الخرانية الحق معتها الفترة الأخيرة نراجع من إصابة ينجم يكون أما لا يزم حتى في المباراية السهلة سمحني لطف قاسية عليك اللي تقريبا معتها الملاعب يحاول يستغل ها باش يرجع الفورمة في المقابلات السهلة ونتفكر العمناول في بداية الموسم من الوقت هذا كان سيئ ونتفكر نفس الكل وبعد ما تقدم المقابلات والأدوار كان حاسم خاصة ولكن حاجة أخرى ما مركيش في حتى مباراة أفريقية عمال زيت مركيش أنا حش تبيل في مركي أتاك أخويا لطفي مهاجم يعني مهاجم كما قل مانيش معاك مهاجم كي تعمل السيست كما اللي عملها الساس ضد سنداون بالذب الساس مش عفا كون لي مش مهم مشكو تاكو مشكو لي طويل تبديل حاجة واحدة بالنسبة لرودريغيز ومعاك التفاعل معك في الموضوع عمناول البوان فور في الاسبيرانس هي رودريغيز وينساس مبعضهم الكونيكشن مبينيتهم تابدل لدوار واحد يتيح ستاسيان والاخر والعكس بالعكس ومركه في البليوف في الجامعية الكل مع ستايل متاع رودري مع كاردوز ويلعب بعد ترانزيسيون ريكسيون ارقاء الكلية اللي حاشتوا بها في الملعب وهذا اللي هو رابيد ويعني في طلبونتر ديجا افكاس في البوكس جوار تاع بوكس جوار تاع سيغون تسمي هنا ذاك علش بيتور عمنا وفي الشامبيونز ليغ سيح ما مركيش عمل ماتشويت باي سورتو كوتر صندانو زالير وطور عمل دوز اسيس اللي مقارنة بوقت البطولة معناها اكثر كاللعب واكثر ريتم واكثر معناها ما تنساش ما تنساش اسلام الهدف الثاني هو اللي خلت تارجي تسرع معنا الهدف تارجي حبت تمركي وذاك علش رينا حتى الفرحة بتاع المدرب في الهدف الثاني بتاع مكوينة يعني الهدف الثاني يخلي تارجي تزرب في اللعب يمكن ما تشدش برشا كورة يمكن تخسر في برشا كورة مع انتو ما تواحكيتوا على نقطة نقطة تارجي متاع تارجي ورودريغيز يكون بشي يكون بشي خلي اللي بشي بطي شوية الاكسيون هذي ما صار كل ما تجي كورة عند رودريغيز إلا وضعت دونك وتارجي معناها والقينة جولي با قاعدة تلعب فلوس تذك على شخذات زاد هي تارجي معنا كنحكي على 50-50 وانتي في ربعة بشي تفهم اللي تفهم اللي معناها جولي با لعبة كورة وقت اللي تارجي تخسرها معناها في كل اكسيون معناها الترانزيسيون ديما القيناء ياروتار رودريغيز وهنا نحكي على بدانية زادة معنا تنسيوش ليو كان بلسي ورجع وتارية لذي يمكن اكثر من البطولة ما ديما نقول لنا ما هو الشارج اللي يخلي الملاعبي يتضرب وفما حجم يسرت وحنا في الدبو معنا السيزان راو انا حسب راو منع منع منا لذي وقلنا راو بدانيا التراجي ما هو شطب تراجي بدانيا وفما دي سين جي بريباراتور جديدة بريباراتور جديد بريباراتور لفضيل سيطارق واسلام وحكي على طن ريال طن ريال بالنسبة للمباراة عليش طن ريال كان تقريبا اكثر من مقابلات البطولة اللي عنو الفريق المالي قبل الهدف مبكر لو ما قبلش الهدف او لو لا قدر الله تسجل بالفقد يدخل في تضياء الوقت مش تولي معنا لحب نقول لنا انو طول المناسب يكون على شدها خطر عندك رودريغو وعندك مغشة تبارك الله لي قادي معشا معشا مستفى كبير برد عندك عندك بليلي عندك طول رجوع الساس معتها في لند عندك برشم لعبية يحاول يرجع وروح رودريغو بشي فوق مكان وخطر الصعيب اللي بلس ويمكن يغيب على مقابل الجاي اذا كان فضل اترفاني انو يرتحو حتى قلي شوية كون اتيو بش نيبة اصابات خفيفة معتها بش يعود للتدريبات بشكل عادي تقاي عنده يلونغاسين قديمة وبش يرجع خليه في عقله خاصة انو حمزة جلاسي قاعد يلعب طوى ومستويه معتها محترم حتلتوا الاختير شوية ممكن اصابة مئسين مريح هي تنجم تقلق شوية حتلتوا في الركبة الاتيرال الاتيرال في الاتيرال في الركبة الاسابة متاعه منفوخة شوية غدوة مش اليوم خاطر مازال منفوخة يوم غدوة ولا بعض غدوة بش يعمل غدوة بش يعمل غدوة بش يعمل الفحوصات اللازمة انشاء الله ما تكون الاسابة اللي ميحبواش الملاعبية وكه التوضيح وتفاعل مع الولاد في الموضوع على التون اكتيف والتون والكارديو جست صغيرة بركة نحن الشامل الفريقيا كي تشوف مثلا ماتش الاسبرانس وبالقردين ترقى النومبر تاع اللي بالاريتي اللي كورنير ولا ولا التوش ترقى فوق 30 فوق 35 ما كي تلعب في كوتر شوية سوفل في كالتو وشوف في كالبقر فالدجا عمناول فما اخر معلومة هذي عمناول طرح الاسبرانس والسانداونز الروتور في جنوب الفريقي من ميش 19 دقيقة بير دوتون بش تتلعب بالسيمتر النومبر تاع الوكازيونات اللي عملتهم سانداونز ونومبر تاع التير هبطناها دجا الاسطاد 19 دقيقة الكورة بش يلعب هذيك الوقت يبدأ معتها شارج وتاع الماتش عالي ساتش تخيخة رو عالي مانيا ساتش تخيخة دي جات دي و ثلاثة مرات دي و ثلاثة مرشا هبطناها حتى بالسيقون سراء واللعبين كلها تحسب رو وفوق الميدان خامشي وفاصل لبعض نكمل سأفيني من الحصام تاعنا اليوم